أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أهمية مشاركة مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي وصرح وزير البترول أن هذا المنتدى فرصة للحوار وتبادل الرؤى كما أنه يعد نافذة لعرض أنشطة صناعة البترول في مصر بما يسهم في جذب مزيد من الاسثمارات فضلا عن بحث الفرص المتاحة في مجالات التحول الطاقي ولا سيما أن مصر سوف تستضيف مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر المقبل ويشارك وزير البترول في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الآثار السلبية للتحديات العالمية الراهنة